طبعا هذا الفيديو رح يكون تكمل الجزء الثاني من الفيديو اللي وعدتكم به ما للفيديو ما للحاسبة اللي تربط بها كرونيكس زيان على الحاسبة طيب إذا ما تشيتمشترك اشترك وفعل جرس تنبيهات وخلي لك هذا الفيديو لأن هذا الشرح رح يحفيدك بس يفيد جماعة الحاسبة خلي لكم يشرح حيالله شباب شونكم شخباركم ان شاء الله لكله بخير صحب سلامة طبعا يوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد ان شاء الله وحبيت اشرح لكم بالتفاصيل انه شون تستخدم كرونيكس زيان على الحاسبة هالمرة رح يكون نشتغل شغل انه نشوف الشباب شون اضبط اعدادات القطعة بحيث على مد مرور الزمن يعني ما رح تحتاج هذا الشرح اللي اني بس من اول مرة طيب اول شي يا شباب المقطع فيديو السابق اللي شرحت علي بالقناة هذا موجود علمتك انه شنون او شرحت شنون انه تربط الاسلاك الصحيحة ومثل ما اذا شفوه طمع الفيديو الموس والكيبورد واليدة وايضا واير التعريف اللي بالتجاه الايمن يعني سهذا الفيديو رح تشوفونه بالوصف تقدر تراجعه يعني تراجع هذا الفيديو قبل اشوف هذا الفيديو ليش لأن ذاك الفيديو او هذا الفيديو اللي امامكم رح يعلمكم شون تربط القطعة اه بطريقة صحيحة على موت تشتغل وياك اليوم هذا الفيديو رح اشرح لك تفاصيل يعني حساسية التصويب وحساسية الكاميرا بالالعاب جميع الالعاب يعني ما تخصت لعبوه اللي اللي نحتاجه اول شي يا شباب انه البرنامج اللوجيتيكي ليش تحتاج هذا مو مو الا تحتاجه انا جهازة دا استخدم مثلا موس 502 جهازة قاعد تستخدم موس رايزر فالموسات بصورة عامة اي شخص دا يتابعني او دا يشوف هذا الفيديو لازم الدي بي اي ما تعمل موس يكون 12 طيب انا هسا رح اشوفكم هسا بالوقت الحالي رح اشوفكم اعدادات خاصة بالموس اللوجيتيك 500 مو اعدادات خاصة بي لا الاعدادات اللي انا رح اسويها اللي الدي بي اي هو طبعا اعدادات فقط بس الدي بي اي يتخليه 12 انا خالف والدارات اثنين مثل ما تشوفون هنا انا خالف والدارات اثنين واحد يطيني دي بي اي 3000 والثاني رح يكون و 12 انا استخدم بلوقت الحالي من استخدم حاسبة اخليه على 3000 ووقت ما ادخل للعبة اخليه على 12 يعني ببعي شوف شباب فرق ووقت ما تصفح به على الحاسبة بيدقمه فوق زر تتحطي على 3000 على ما تقدر تستخدم به ما يصر سريع ووقت ما طب للعبة اتغير الدي بي اي الى 12 لازم تحتاج دي بي اي 12 هذا من ناحية من ناحية الماوس راح نكنسله وراح نروح للبرنامج اللي هو الكرونيكس زين طيب يا شباب اول شي نربط السلك ما للتعريف واضح نربط سلك التعريف بالقطعة الكرونيكس زين ونرجع نشكل الواير بالماوس نمرصى نخليه بالكرونيكس زين هس احنا اش عدنا عدنا ربط الكرونيكس زين ربطنا عليه الماوس وكيبورد وربطنا واير التعريف على مود اشرح لك اشرح لك بالتفاصيل خلا جيب لك السكريبت هذا الغير مجاني اللي هرح ارفع لكيه عن الموقع الميدي فاير هذا هذا السكريبت يا شباب راح اشرح لك عليه بالتفاصيل وما بيعني ما بيبس 3 ميز طيب يا شباب اول شي تحتاجه انه القطعة تلي كرونيكس زين ادخليه على نظام 360 طبعا مو تجيه وتقول هون مبزارة هاي مكتوبة لا حبي بيجربه لقبلك لازم تخلي نظام اكس بوكس 360 طيب سوينا الديبيع 12 الف سوينا هاي الخطوة اللي هي الكرونيكس زين رح تشتول على الحاسبة طيب هذا السكريبت رح يكون عندك ثلاث خواص الام اس است رقم واحد ورقم اثنين رح يكون تدريج الثبات وعندك الامبوت تدريج الثبات رح تشوفونا ايضا هناني عدك كل عشرين يبدي اول مدوس L2 R2 يعني اذا ضغطت كليك الايمن وكليك ريسر يبدي اشتغلك ثبات عشرين واحد وعشرين يشتغل ياك واثنين وعشرين استقر يوقف على هذا فانت اذا تريد مثلا يتعدل عليه فهذا السكريبت يمك مجاني ارفع لك ياعلميتيفير واستخدم طيب هذا من ناحية من هاي من ناحية السكريبت رح ارجع لك بالخطوة الاساسية والخطوة اللي هي الاهم لازم موجودة عندك تضبطها تضبيطها صحيحة وبعد ما تحتاج هاي الخطوة لحشرك عليها اديك على هذا الناس رح يطلع لك عدة خيارات رح تختار خيار الاخير رح يطلع لك هاي هاي الصفحة هاي الصفحة مرة واحدة تعدل عليها وبعد ما تحتاجها يعني بخلص بعد ما تشغله هنا ناسا عندك اعدادات الكيبورد الازرار شون تريد الازرار شون تيتعينهن بالكيبورد عين بس من عدل ال R2 وال L2 لتعينهن خليني عبلاديات اصليات وترجع على الماوس نفس الحال عندك اللي كليك ال R2 و اللي كليك ال B L2 اما من هنا لك اللي جايش تيتعديل هم عدل هاي زرار اضافية تخلينه بالماوس واضح عندك هنانا وهنانا انت زرار هذا الماوس هذا الكيبورد شون تريد يتعدل عليه تعدل عليه تدق على كل حرف على كل حرف دق دابل كليك رح يطلع وياك يقول لك خليل الزر اللي انت تريده واضح؟ هنانا عندك انا جربت اعدادات وجربت هواية يعني هواية عليت بالاعدادات ونصيت وسويت يعني اتقنت هواية اعدادات ما استفادت من عدن بس غير بس اذين الاعدادات اللي سويتهم هذيني امامك تقدر توقف المقطع الفيديو وتاخذ صورة او تعدل علي مثل ما انت تريد وتاخذ هاي الاعدادات هاي الاعدادات رح تكون شغالة على جميع الالعاب ويدي باي ماتك عن موت 16000 تحفظ الاعدادات وترفحن على دي سكتوب ماتك يعني باتش العقبة اذا فرميت القطعة او عدلت غير اعدادات وترجع اعداداتك الاصطية فتقدر تجيبهم من هنا وراح تشوف انت وين ضامهم الاعدادات ماتك ما اللي سويتهم بداية تجيب رح تجيك هنا انا ودق علي صح وراح تسيف الاعدادات اللي انت سويتهم هاي من ناحية من ناحية هاي الحسة الحركة سويت لك اياها مال الاعدادات الحساسية التصويب وحساسية الكاميرا شون تكون سليسة عندك طيب رح اشرح لك شرح اخر وهذا اخر شي رح يكون بوع يا شباب بالاخص الكود الكود بيه نظام ماوسو كيبورد وبيه نظام كنتو رولن باقي للعاب مثلا ديفيجين مثلا عندك واي الآب تشتغل أوتو يعني شنو تشتغل أوتو يعني انت رابط يدي يطلع لك يدك عند تلعب على يدي انت رابط ماوسو كيبورد يطلع لك انت جا تلعب موسو كيبورد بس الموضرين لأ تطلع لك انه انت جا تلعب على شنو انت جا تلعب على يدي لازم تجعل نظام اليد لان الكرونيكس تخرجك يدي انتبال انت مالك كان هيدا تخرجك يدي انت تر据 كيبورد لاعب على يدي اربط موسو الكيبورد داخل اللعبه هاكوف الصوره اصرع ياخريه قدامكم وهي الصوره هاذي يقلك انت جاي تلعب على موسو الكيبورد اذا مشتغلت اللعبة اني لا اشتغل مثل موسو كيبورد ولا قطت يعني يعاز كيبورد و الموس ما اشتغلت داخل اللعبه فانت تختار الخيار البتجاه الايسر على مود انت تحول كنترولا على مود تشتغل وياك الاعدادات اللي اسا شرحت لك عليها واضح يا شباب هاي الصورة امامكم شوفوها تروحون على هذا الخيار اللي فوق وبعدين تطلع لكم هاي الخيارات انه انت قاعد تلعب على موس كيبورد او دا تلعب على كنترولا هذا من جانب اللعبة كوت 16 اذا ما شتغلت عندكم واضح طيب هسا هذا خلصنا من عنده هذا الشرح الاخير سراح اشتغل لكم عليها اذا سويت هاي الخطوة باللعبة وما اشتغلت ايضا فاشي سوي يا صاحبي عندك خيارين خيار الاول انا بالنسبة اللي ما جربته انت تروح تنصب برامج معرفة لليدة اللي انت جايت تستخدمها كانت بلاي ستيشن اليدة فور كانت مثلا يدة اكس بوكس 360 كانت يدة اكس بوكس وان لازم تنصب برامج تعريف اله برامج تعريف تقدر تدور عليه بالقوغل باليوتوب حلماك خطوة ثانية طبعا هذا ابتكار انا طبقتها ونجحته ايضا شي سوي يا صاحبي طبعا هذا ما احد يفكر بها اصلا الشغل برنامج ستيم ليش يشغل هذا برنامج ستيم لانه هذا البرنامج اول ما تنصبه هو تلقائين رح ينزل لك برامج داخلية داخل هذا البرنامج يعني داخل هذا البرنامج ستيم ينصب لك برامج مشغلة ليدة 360 تلقائين هو ينزله انت اول ما ادق علي دبل كليك يشتغل البرنامج وياك تنسلع منه انا تسده رح يشتغل عندك جوه هنا مثل ما تشوفون شون اشتغل جوه او دارات ما تلقانات اللي تلقاه هنا هنا مثل ما تشوفوا وهي هنا هذا منه رح يضل يشتغل وياك رح يقعد انت اول ما تشكل اليدة اليدة اللي عندك على الكرون اكسزين تلقائين البرنامج ستيم رح يعرفها رح يعرف اليدة اللي انت قاعد تشتغل عليها يعني بصورة عامة القطعة ما اشتغلت فتسوي هاي الخطوة الاخيرة تشغل برنامج ستيم وتخليه هنا شغال اهنا هنا تخليه شغال احسا تقدر انت هنا تدس كليكة ايمن وتكانسل ايمن هنا لا لازم تخليه هاي اخر خطوة اخر خطوة تسويها اذا ما اشتغل وياك الكرون اكسزين بصورة عامة ما اشتغلت تسوي هاي الخطوة وان شاء الله تطبط وياك طيب يا شباب طبعا اللي هنا انا وصلناها تذا الفيديو اذا عجبك الشرح او عجبك الشرح واستفادت من عنده والمور طيبة وياك اشتغلت تلكرون اكسزين انا عنده دا اوصل ياك يتشي مرحلة اذا عجبك تشترك بالقناة ما انا من عندك تشترك واذا عجبك الفيديو مرة ثاني دخليني لايك واذا حجبك الفيديو مرة ثالثة تتفحل جرس تنبيهات عليما يوصلك كل الشروحات اللي انا اوصلها للناس واضح انا وديوصلك شعار وتتفتح المقطع فيديو وتتابعني طيب يا شباب نقولكم لان انا ونصناها تذا الفيديو ان شاء الله نشوفكم على شرح جديد او السكرف جديد نقولكم يا شباب في مالا اشتركوا في القناة